السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن بناء المساجد وعمارتها لان في شهر ربيع الثاني اعتاذ المغاربة وخصوصا القائمون على الشأن الديني بالاحتفال باليوم الوطني للمساجد في شهر ربيع الثاني فرصة نتحدث فيها عن هذه المؤسسة التي هي بيت الله ونتكلم عن فضلها وعن فضل من يقوم ببنائها وتعميرها وايضا فرصة لكي نحفز انفسنا لنواضب على التردد عليها فالمساجد هي بيوت الله تعالى على الارض وهي احب الاماكن والمواضع اليه سبحانه لماذا اطهر وانقى الاماكن في الكوكب الارضي هي المساجد فيها يذكر اسم الله عز وجل وفيها يسبح له بحمده وفيها يتزاحم المسلمون المؤمنون ويعبدون ربهم وينصبون اقدامهم ويتراصون صفوفا لا خلل فيها ولا عوجاج فتحل عليهم السكينة من رب العالمين وتحفهم الملائكة باجنحتها ويفاخر الله تعالى بهم ملائكته ثم ان هذه المساجد هي ايضا فضلا عن مكان للعبادة هي الاماكن التي يتجمع فيها اهل الايمان من اجل التفقه في الدين وتدارس العلوم الشرعية وفيها تقام خطب الجمعة ودروس الوعظ والارشاد والكراسي العلمية المساجد ربنا عز وجل كرمها في كتابه العزيز وعض ما شأنها واضافها اليه اضافة تشريف وتكريم واتنى على الذين يسبحون له فيها بالغدو والاصال وودع وعدهم بجزيل الثواب يوم الحساب فبدأ قال الله تعالى عن المساجد قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هذه الآيات من سورة النور ربنا عز وجل يتحدث فيها عن قيمة المساجد ويختمها بأن من أراد الرزق الوفير من أراد الفضل من أراد الكرم من أراد الجود من أراد العطاء من أراد الفوز في الدنيا والآخرة ما عليه إلا أن يعمر هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع يعني هذا المكان الطاهر لابد أن يكون رفيع في قلوبنا وفي عقولنا وأن ننزهه على العبت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه الأماكن لا يذكر فيها اسم أي مخلوق وأي بشر هي خاصة بأن يذكر فيها اسم الله ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات والعابدون والعابدات هم الذين يعمرون بيوت الله يسبحون بالغدو والأصال يعني عند شروق الشمس وعند غروبها في الصباح وفي العشي في كل وقت وحين ثم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة سمى الله تعالى هؤلاء رجال لأن المرأة ليس واجب عليها أن تذهب إلى المسجد إلا فضلا لكن الرجال وجب عليهم أن يعمروا بيوت الله وهم رجال ربنا ذكرهم بصيقة التكريم والرفع في المقام رغم أن لهم تجارات ولهم وظائف ولهم أعمال ولكنهم إذا سمعوا النداء يقول الله أكبر فإن التجارة مهما كانت مربحة لا تغريهم ولا تلهيهم والبيع مهما كان كثير ووفير فإن ذكر الله وإقام الصلاة هو أفضل وأكثر ثوابا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصر هؤلاء الرجال عندهم خوف من الله الذي لا يخاف الله ويشعر بالأمان فربما قد لا يصلي ويقول لك ولما أصلي وأنا الآن في وضعي مريحة لكن أهل الإيمان إذا سمعوا الله أكبر وتخلفوا عن موعد الصلاة يشعر وكأنه يرتكب معصية عظيمة لهذا يخاف أنه تأخر عن الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اليوم العصيب يوم القيامة المشاهد المفزعة إنه يتمنى من الله أن يكون من الآمنين ثم قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله تعالى يعد كل من عمر المساجد كل من حافظ على الصلوات في بيت الله تعالى سيجزيهم الله أحسن أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله تعالى كريم التجارة التي كان يخافون عليها والبيع الذي يحرصون عليه فإن الله تعالى وعد بأنه يفتح لهم باب الرزق وباب الكرم وباب الجود ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الذي يحافظ على الصلاة يدخل في إطار ممن يرزقون بغير حساب بلا تعب ولا مشقة ولا عنة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الآيات تعظم شأن بيوت الله وتظهر مكانة المسجد وهذه المكانة تظهر بجلاء لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة ووصل إلى أطراف المدينة المنورة لم يستقر به المقام حتى بدأ ببناء أول مسجد في الإسلام ألا هو مسجد قبا أول مسجد بني في الإسلام مسجد قبا وفضله أن من صلى فيه ركعتين كانت له بمثابة عمره لهذا الحجاج والمعتمرين لما يدخلون مكة المكرمة ثم يزورون المدينة المنورة يتغافتون ويتصابقون للوصول إلى مسجد قبا ويسلون ركعتين ويسلمون ركعتين ويسلمون ركعتين ويسلمون كل ركعتين هي بمقامة عمره هذه المعطيات من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعطينا صورة واضحة أن ديننا الإسلامي أمرنا باحترام المساجد والعناية بها لأنها بيوت الله تعالى ولأنها مأوى ملائكته ولأنها مهابط رحمته ودور عبادته وملتقى عباده المؤمنين لهذا حتى الله عز وجل على بناء المساجد ونحن في اليوم الوطني للاحتفال بالمساجد هي فرصة أن الناس يشجعون وأيضا يدعون بالخير والفلاح لمن ساهم في بناء المساجد فبناء المساجد رتب عليه ربنا عز وجل الأجر الكبير وقد جاء في الحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة من بنى لله بيتا أي ساهم في بناء مسجد بنى الله له بيتا في الجنة وطبعا هذه البيوت ليست كبيوت عموم الناس فهي بيوت عظيمة مباركة والإسلام أمر بأن نعمر هذه البيوت ليس فقط أن نزخرفها ليس فقط أن نقوم بتشييدها على أحسن الطراز ثم نتركها خاوية فاضية لا أمرنا بأن نعمر هذه البيوت واعتبر عمارتها من علامة التقوى والإيمان لهذا قال ربنا عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فمن صفات أن الذي يعمر مساجد الله هو شهد له على التقوى والإيمان وصدق التديون العمارة المطلوبة هنا في المساجد هي عمارة مادية وعمارة معنوية فالعمارة المادية تكون بتشييد البناء ورفعه والاهتمام به وصيانته باستمرار هذه العمارة المادية والحمد لله نلاحظ في مغربنا العزيز جهود كبيرة تقوم بها إما ويزاة الأوقاف الشهور الإسلامية وإما يقوم بها المحسنون وأهل الخير والفضل يتنافسون في العمارة المادية في البناء والتشييد والصيانة المستمرة أما العمارة المعنوية هذه تكون بالحرص على مداومة الصلاة فيها وعدم هجرها هذه العمارة المعنوية بأن تكون فيها الصلاوات الخمس لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة وربنا عز وجل جعل لمن يصلي الجماعة في المساجد له أجر والتواب عظيم وهي من أبرز أعمال البر فقال صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هؤلاء السبعة ذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد رجل معلق بالمساجد أحيانا نجد بعض المسلمين وبعض المتقاعدين يعمرون بيوت الله فنفرح ونسعد ولكن لما نرى أيضا الشباب والكهول والصبية يعمرون بيوت الله تكون الفرحة عظيمة وتشعر بأن هذا الدين لا زال قائما ولا زال له رجال وأجيال صاعدة خصوصا لمن يحافظ على الصلاة صلاة الجماعة في المساجد لهذا كان المسلمون منذ بزوغ فجر الدين إلى يومنا هذا ولا يزالون وسيبقون يحرصون على الجماعة في المساجد حتى في الظروف الصعبة حتى في زمن الكورونا وكانت هناك بعض الظروف الخاصة والاستثنائية لكن الحمد لله والفضل من الله زالت هذه الموانع والآن الوضع شبه مريحة والناس يغتنمون الفرص لزيادة الحسنات ورفع الدرجات يكفي أن نذكر أيها الأحباب الكرام أن من يمشي إلى المساجد من يذهب إلى المساجد تحط عنه خطيئة كل خطوة تحط عنه خطيئة وترفع له درجة وتزيده حسنا كل خطوة للمسجد مهما كان بعيدا عنك تخيل بأنك تقوم بالعبادة منذ أن تبدأ بالوضوء وتنطلق خطوات إلى بيت الله في كل خطوة تحط عنك خطيئة ترفع لك درجة وتزيدك حسنا لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المشائين للمساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة يبشر المشائين للمساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة مع الفجر ربما قد تكون في القرية أو في البادية أو في منطقة فيها إضاءة خفيفة وتذهب إلى المسجد والجو مظلم الله تعالى يعطيك نور تام يوم القيامة ستجد هناك مؤمنين ومؤمنات يسيرون بين الناس نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فيسألون أن لنا هذا النور فيقال لهم من مشاءون إلى المساجد الخطوات التي تقومونها في المساجد خصوصا في وقت الظلام إما في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر فالحمد لله هناك عناية ورعاية في المساجد خصوصا ونحن نحتفي في هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الثاني باليوم الوطني للمساجد بالمقابل ربنا عز وجل عدى من يخرب هذه المساجد أو يمنع بناءها أو يضع لها قيود يمنع الناس من الصلاة فيها اعتبر بأنه ظالم كل من من يمنع هذه البيوت بيوت الله عن أداء دورها وعن أداء رسالتها هذا ظلم وجرم كبير عند الله تعالى بأي سبيل السبل إذا كان غايته هو أن يضيق على الناس دينهم ويغلق عليهم أبواب المساجد ويتركهم هكذا يصلون في بيوتهم أو في أي مكان آخر قال ربنا عز وجل ومن أظلم ممن مناع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهذا نحيي المسؤولين الكبار في البلد ممن يقدمون الدعم ويتخذ التدابير والإجراءات من أجل الحفاظ على بيوت الله وصيانتها والحفاظ على قدسيتها نذكر أيها الأحباب الكرام أن إذا كنا سوف نجبد العهد مع الله ومع أنفسنا في هذا اليوم الوطني للعناية بالمساجد على أننا سوف نوتق علاقتنا ببيوت الله أننا لن نهجر هذه البيوت لابد أن نحافظ على الأداب وعلى السنن نراعيها فمن ذلك أن من أراد أن يدخل بيت الله عليه أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول أعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم ثم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك هذه في الأتبع هذه للجامع فإن كانت الصلاة وقد أقيمت ودخل الإمام للصلاة فإننا ندخل معه ولا نصلي هتين الركعتين ثم من مظاهر الاهتمام بالمسجد لابد أن نهتم بنظافته ونظافة ملاحقه ضورت المياه ينبغي أن نحسن استخدامها لتبقى دائما نظيفة كذلك من الأمور التي ينبغي أن تخف في المساجد وهي بعض الناس يأخذون معهم هواتفهم النقالة وتبدأ ترن الإمام يصلي والهاتف النقال يرن وعلى شكل نغمات موسيقية وقد تكون أصوات مزعجة هذا كله لا يليق بالمساجد ثم ظاهرة ما يسمى بالتحجير وهو حجز المكان كين بعض الناس يوضع سجادة يقول هذي بلاستي حتى وحد مقرب لها كأنه يحجز مكان في أي جزء المسجد المسجد مشاع لكل مصل وعبد ولابد أن نعظم حرمة الله ربنا يقول ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه فنحن أيها الأحباب الكرام مطالبون بأن نحافظ على هذه المساجد ونحافظ على رونقها ونحافظ على مكانتها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فهي أماكن للعبادة والطاعة والإحترام مغربنا العزيز الذي يحتفي هذه الأيام في شهر ربيع الثاني باليوم الوطني للمساجد بدل جهود كبيرة في العناية والرعاية والبناء والتشهيد والتعمير لهذه المساجد يعني أن الوضعية في مغربنا تستحق أن نفتخر بها كم عدد المساجد في المغرب عدد المساجد في المغرب تقريبا يتجاوز 52 ألف مسجد 52 ألف مسجد وبتالي يكون المغرب التصدر الدول المغاربية من حيث عدد المساجد وتقدم بكثير عن الدول المغاربية مثلا الجارة الشقيقة الجزائر الجزائر على كبر مساحتها الضحمة وعلى توضيط الدين في هذه الأرض السعيدة ولكن عدد المساجد فيها بحوالي 20 ألف مسجد المغرب تقريبا 53 ألف مسجد موليطانيا التي معروفة بأنها بلد متدين فيها المحاضر لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية عدد ما 8 ألف مسجد 8 ألف مسجد تونس التي هي الصغرة الحجم وفيها رياح العلمانية ومع ذلك فيها الزيتونة فيها العلماء لا جلاء فيها كبار المفسرين والفقهاء على مر التاريخ وفيها خمسة ألاف مسجد تونس خمسة ألاف مسجد المغرب 53 ألف مسجد وسبحان الله العظيم هذه المساجد تقريبا 70% هي في العالم القروي وفي البوادي فالناس في القرية والبادية فيهم أيضا اجتهاد كبير في الصلاة وفي المحافظة على العبادة إذا أردنا أن نجمع المساحة الإجمالية لهذه المساجد هي أكثر من 8 ملايون متر مربع أكثر من 8 مليون متر مربع من مساحة المغرب يعني أنها حجم كبير جدا وهذا 8 مليون متر مربع ف60% في المدن بمعنى أن المساجد التي في المدن هي كبيرة ومتسعة والتي هي في البوادي تكون صغرة الحجم أو متوسطة الذي يمتز به المغرب لأنه بلد إسلامي بامتياز الإسلام في المغرب هو قديم جدا منذ عهد الأدارسة مرورا بعهد المرابطين مرورا بعهد الموحدين ثم المرينيين ثم السعديين ثم العلويين فكان الملوك المغاربة كانوا يتنافسون في بناء المساجد وعندنا ما يسمى بالمساجد التاريخية أكثر من 500 مسجد تاريخي 500 مسجد تاريخي لما تدخل إليه تشم عبق التاريخ تشعر بأنك في العهود الماضية الزاهرة وهذه المساجد التاريخية موزعة على المدن الأترية بناءها قد يفوق قرون بدأت منذ القرون الأولى من دخول الدين الإسلامي وهذه المساجد هي تتبع في مجملها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف على صيانتها بشكل دوري وتحافظ عليه أيضا هناك مساجد التي بنيت من قبل الملوك هناك ملوك عظام وصلاطين كانوا فيهم قوة إيمان ويقين وتولوا حكم المغرب لسنوات طويلة ومن ثم بنوا مساجد بأنفسهم وأطلقوا عليها أسماء خاصة بهم ثم عندنا أيضا المؤسسة الأخرى جمعيات وأفراد مقتدرون تنافسوا في بناء مساجد رائعة وهذه المساجد هي تتميز بتصاميم معمارية مميزة تصلف فيها الصلاة الخمس يوميا وصلاة الجمع وأيضا صلاة العيدين وأيضا تكون في الصلاة الجنائز أحيانا والناس يجتمعون فيها لإلقاء الدروس الدينية والعلمية المتعلقة بالشؤون الدين يلقيها علماء أجلاء معترف لهم بالوسطية والاعتدال وخير كثير عندنا فإذا أردنا أن نذكر بعجالة أهم المساجد التي في بلادنا نذكر أولا مسجد القرويين مدينة فاس فيها مفخرة عظيمة مسجد بنية في سنة مائتين وخمسة وأربعين للهجرة وهو من أضخم المساجد بالبلد تصور بنية مائتين وخمسة وأربعين للهجرة وهذا المكتب هذا المسجد هو عبارة عن جامعة فيه مكتبة عظيمة جدا وجامعة تاريخية ومنه تخرج العديد من العلماء وفيه العدول وفيه الصلحاء فمسجد القرويين يعطينا النموذج الأمثل للمساجد أيام زمان كان المسجد إذا وضع في منطقة فإنه يساهم في الإشعاع العلمي وفي الصلاح لكل من حوله ما في إجرام ما في خصومات والأمور ميسرة وباركة المسجد ثم حركة جارية قوية حوله لما بني مسجد القرويين سيقع تنافس من بنى مسجد القرويين بنته فاطمة الفهرية من مال وردته من أبيها أبوها كان رجل تاري ونصيبها في الميرات بنت به هذا المسجد أختها أيضا مريم الفهرية ستنافسها وسوف تبني جامع الأندلس هو في العدوى الأندلسية بالجهة المقابلة لعدوى القرويين في مسجد جامع الأندلس مسجد كبير جدا بنته شقيقة فاطمة الفهرية وهي مريم الفهرية وكل ذلك من مال أبيهما تصور أن أسرة مباركة تتبرع بكل أموالها لبناء مساجد ولست مجرد مساجد جوامع وجامعات عظيمة هذا في فاس العاصمة العلمية إذا نظرنا مثلا إلى مراكش وهي منطقة عظيمة وفيها عبق التاريخ قوي تزدهر مراكش بمساجدها ولعل من أعظم وأشهر مساجدها ما يسمى بمسجد الكتبية ولماذا سمي مسجد الكتبية؟ لأنه كان حوله مجموعة دككين تبيع الكتب كان هناك بيّع الكتب يبيعون الكتب الكثيرة وهذا منذ العصر الموحدين تصور منذ عصر الموحدين ثم جاء بعدهم بعد الموحدين جاء المرينيون والسعديون ثم العلويون تصور كم القرون مضت ولا تزال صومعت مسجد الكتبية شامخة تدل على العصر الذهبي الذي عاشها المسلمون وعاشه المغاربة في ظل الإسلام كانت المساجد مرتبطة بالكتب كان أي كتاب تحتاج إليه اذهب إلى مراكش وحول مسجد الكتبية ستجد هناك بيّعي الكتب وتقتن ما تشاء كل مدينة من مدن المغرب إلا وتزدان بمساجدها لكن تبقى وجدة وجدة عاصمة المغرب الشرقي بالقرب من حدود الجزائر فيها أكبر عدد من المساجد فوجدة معروفة بأنها فيها مساجد أعظمها الجامع الكبير الجامع الكبير بني في القرن الثالث عشر في عهد الأسرة المرينية في عهد المرينيين مجد ضخم وعظيم والآن وجدة تعرف عدد مساجد بالمئات وهي تحتل الرتبة الأولى في المغرب وإفريقيا عدد أكبر منطقة فيها المساجد هي وجدة الرتبة الأولى في المغرب وفي إفريقيا بل وهي الرتبة الثانية في العالم من حيث المدن لأن المدينة التي هي فيها أكثر عدد المساجد هي إسطنبول التركية في تركيا هي رقم واحد من حيث عدد المساجد يعني بين جامع جامع كين جامع رقم واحد ورقم ثلين في العالم هي وجدة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لكن يبقى المغرب يفتخر بمعلامة دينية حضارية كبرى وهي التي تزداد بها مدينة الضار البيضاء أكبر المساجد من حيث طول الصمعة في العالم وهو ليس مشجد فقط هو مجمع ديني كبير فيه مكتبات وفيه قاعات محاضرات وفيه أماكن لاستقبال الضيوف وفيه مدرسة قرآنية وفيه جامعة وفيه خير كثير وفيه مقر إداعة وفيه مجمع ضخم وعظيم ساهم في الإشعاع الديني بالمغرب الحمد لله الوضعية الدينية بمغربنا نحن نعتز بها ونفتخر أنها تسير في خطى ثابتة وكل ما حل رمضان إلا ونسعد في المغرب بافتتاح عدد المساجد على الأقل على الأقل ثلاث مساجد في المدن الشرقية وأضعافها في المدن الأخرى الغربية والوسطية في رمضان هناك العشرات من المساجد يتم افتتاحها وكل هذا يجعلنا نشعر بأننا في بلاد المغرب عندنا طمأنينة وسكينة وأن الوضعية الدينية هي الحمد لله مستقرة فقد تحتاج إلى نوع من الإشعاع العلمي أن نعمر هذه المساجد بالعلماء وبالدعاة الصالحين وبالمحاضرات والندوات ولعل الفترة المقبلة إن شاء الله بعد إنجلاء زمن الكورونا نتمنى على الله تعالى أن تعرف مساجد المملكة إشعاعا علميا كما كانت في سابق عهدها كان المسجد الحمد لله منافسة وفي ذلك فليت تنافس المتنافسون في كل مسجد هناك علم من الأعلام هناك محدد وهناك في الجهة الأخرى فقيه وفي الجهة الأخرى أصولي وفي الجهة الأخرى متكلم وفي الجهة الأخرى صوفي وفي الجهة الأخرى مفكر وفي الجهة الأخرى مربي وهناك مفسر وهنا وسبحان الله كل منطقة فيها علماء جهة الأعلام والشباب والنساء والقراء يا سلام القراء مغربنا يمتاز بالقراء المشاهير أصحاب الصوت الندي المتقنون لكتاب الله تعالى عندنا طاقة عظيمة نحتاج فقط إلى خطوات إلى الأمام خطوات إلى الأمام شيء من الدفع إلى الأمام وسوف نسعد ونفخر بمغربنا وبمساجدنا وبقيمنا الدنيا أسأل الله تعالى أن يوفق المسؤولين على هذا البلد الأمين لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير التحفيزية للارتقاء بالشأن الديني في بلادنا وجز الله خيرا كل المحسنين والمحسنات بالقليل والكثير ممن ساهم في بناء بيوت الله تعالى هنيئا له فقد بشره الله تعالى ببيوت عظيمة في الجنة في انتظار أن نتسلمها بعد أن نرحل جميعا من دار الفناء إلى دار البقاء بارك الله في الجميع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله